السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيرديزات قناة اللي غادي نتكلموا على عوار رفض عوار فرنسا من أجل جزائر نعم رفض فرنسا من أجل جزائر بسبب العائلة بسبب الأم التعوب بسبب الموحيط بسبب كريم بن زيمة والناس كان ضغطت على عوار ولا يزال الترقب سائد لدى الجماهر الجزائرية وحتى الفرنسية بخصوص مستقبل الدولي النجم الصاعد في نادي ليون حسام عوار الذي باستطاعته تمثيل المنتخب محاربين صحراء بما أن والديه والأجداد ينحدرون من أصول جزائرية ويبقى المنتخب الديوك بالنسبة له وفرنسا وهو السبب إزدياد في فرنسا لعب في فرنسا فقط وليس أصولها فرنسا ويبقى الجزائرية الناس الذين يعتقدون فينا كنت اجعلوا فيديو ويقولوا أنتم تبغوا لدى فرنسا أو تبغوا منها هذه الأشياء أخبركم ها بركاونة أغير يطردون الماء يطلع مع العقب هل يمكنك أن تضعوا البوم باو باش الماء يوصل عندك؟ هل يمكنك أن تضعوا البوم باو 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 باش الماء يوصل عندك؟ هل البوم باو باو باش يطلعوا؟ هل تضعوا أنت بتعبقني باش يطلع؟ هيا بركاونة هاو مالكم لكم حاسبين مالكم ماجبتي واحد من معاني كان يقولوا من هنا زمان يقول لك رزق الناس يطلب وينخطب هاو انتم مالكم حاسبين هلا've ها راضي الورمسكين جاء واحد وأنا بهدلتوه جاء داخل تنشعوه جاء خارج تدخلوه هاو شكل ما ينظرش؟ ماذا يريد إيهانة؟ إيهانات رأيكم ديرهم بالعاني ولا معد كيف أشهد سوال أحد مالغري ما يبينش بصع الداخل شافته هات 60 مليون شعب شافه مالكم وكان حسام عوار 21 سنة كان قادر يلعب مع الأوليبية واحده يربح غانا قريب جدا من اللعب مع المنتخب الفرنسي خلال هذا الشهر عندما عندما موجه المدرب المنتخب فرنسي دي 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 شون ونوجه الدعوة لعوار لخلافة النجم منشيستر يونايتد المصاب وفي وقت كان من منتظر أن يلتحق حسام عوار بالمنتخب الفرنسي لظهور أول مرة مع الديوك كشف موقع مواقع فرنسية أن ذلك تعذر عليه بسبب معانته أيضا من الإصابة التي تعرض لها في اللقاء فريقه الأخير وهنا كاين صحابة فرنسية طلقت هذه الدعايات يزيدوا يخلوه خافوا من الاتحادية هنا بل يديروا حفلة وعوار يذهب إلى فرنسا يديروا حفلة والله لا يديروا حفلة وعوار يذهب إلى فرنسا وإنه كيفاش تلقوا ذلك الدعايات وربدتها الصحافة وإنه كما سيقولك لا رح مصاب لا كم شا مصاب ما يروح لفرنسا منه إن ذلك تعذر عليه بسبب معانته أيضا من الإصابة وانتعرض لها في اللقاء الفريق الأخير ضد بوردو على مستوى العضلة المقربة ليقرر بذلك ديشون استنجاج بلعب أرسنال الإنجليزي وصاحب الأصول المغربية الغندوزي يعني هنا وانديروا نقطة احنا شلنا لعب ديو بارتي وبعد قال لك لا بعد المباراة حسب الإصابة وقبل دعوة ديدي ديشون كان حسين عوار معني أيضا بدعوة المنتخب الأولمبي الفرنسي الذي سيوجه ودي المنتخب الألباني وجمهورية تشيك لكن الإعلان جاء بعد ذلك من قبل الإعلام الفرنسي بمعاناة اللعاب الشاب من أصول التي من الإصابة التي تحرمه من مواصلة مغامرته مع الفئات الشبانية للمنتخب الديوك يعني نقولوا بلي المنتخب من هذا الإصابة الصحافة الفرنسية مشي بغية عوار يروح الجزائر كان بعض الصحافة مواقع مشي بغيين ويبقى الموثير للجدل في هذه القضية هو اندماج اللعاب حسين عوار بشكل عادي في تدريبات نادي ليون يوم الجمعة الماضية كما كان قد أعلن نادي عبر حسابته في موقع التواصل الاجتماعي رغم أن مثل هذه الإصابات العضلة مقربة تحتاج لفترة أكثر من أسبوع للراحة والشفاء ونحن عوار كيفاش اي تريني نورمال روحوا دخلوا في السيد في الفيسبوك تعليون شوفوهم اي تريني نورمال والله حاجة ما عنده كما أن التقرير الصحافة وكذلك موقع التواصل الاجتماعي ذهبوا إلى أبعد من ذلك إذ أكدوا أن حساب عوار تجنب قبول دعوة ديشان لأنه لم يبصل بعد في مستقبله الدولي ويفتح المجال كذلك أمام إمكانية تمثيل المنتخب الجزائري في المستقبل بحسب ما ذكرته RMC Sport وكانت تقارير إعلامية الجزائرية قد كشفت في وقت سابق أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وكذلك مدير الفني جامال بالماضي تحدثوا مع اللعاب قبل بطولة أمم إفريقيا وهذه كذبة أنا أقول لكم ونأكدها لكم ونزاده وأكدها لكم أكدها لكم لم نكن لكم ونحن لم أكن بشاء ونشأ لكم قبل بطولة أمم إفريقيا قلت لكم سبحان الله وقال لكم وقال لكم فيها وقال لكم ونحصل لم يكن عدد ترى أن تأمنوا الندوة الصحفية التي تقوم بها في الماضي والله العظيم كما لم يأتينا وعندما أصبح ندوة صحفية ستسمعوا هدراء واخداء أخرى لا تسمعوا هدراء ستضعوا الزبل ستضعوا لا يريد أن تقوم بها لكي يفعلوا دكلاراسي وما تنقلوا وما كان قادر المترب بأنهم يقعوا في الحالي ودائنا 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 صحفية وتتكلم مع الصحافات بالصح في الماضي كان كل مخدوم من الصحافة لا تدكراروا معه لا تنقلوا دعوا يذهب ونرى كيف يفرشونه يجيز ليجي يجيز ليجي عندهم يجيز ليجي عندهم يجيز أسوالها لا تعرفوا لا تعرفوا عائلوا كما بغيتوا عائلوا شو بير كما بغيتوا لا سنحبس على الحقيقة التي يهدر فيها وأن يقارعها تجي تقارعها قلت لكم يجيز ليجي اليومات كذبون فانيك أنا نطلب الناس يخرجوا يكذبوني في الضربة يقلون مقاتلون يقرون اقتربوا يقلون دعوا يخرجوا بهذا التقارير يقرون هدرت لكم هاي في سيمانتيك قلت لكم هاي سا غادي يخرجو خرجوها على ذاك برناوي هدرها غادي تولي المراقبة والمحاسبة كو خرجتو كو كذبتوني كو قلتو لي كامل كاش منها كاي بزابس ولا هاني قيلهم ورام يخرجو كاي بزابس ولا هاني قيلهم ورام يخرجو الحمد لله يا ربي لان احنا انا عارب هدرتي بلا عيدو خرج انا عارب هدرتي بلا عيدو خرجو انا عارب هدرتي بلا عيدو خرجو الا اللي مريض من القلبه ينتقد ذوباب ينتقد شابه يقولون ذوباب انا عارب صحابي هناشكو انا عارب هم واحد واحد كايين وما البدايهو ما يدوره بصناعش غيهو ما يدوره يبدلو غيلي كونت يبدلو منه طفو ويعايل ولما اقلعكم شخليكم خشنا عاربكم بالغي كيما قللك الخلاب كسروا في حاوشناه والخلاب الكبيره تنبح بالصح ما طعش بدلو غيلي انا عارب نظرينكم وعاربون بليرنا هدرو في الصح وكي نقولكم باللي عوار منه 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 باقيين يجي ويخلوه تيروح لفرنسا يخرجوا ويقولك ما بغير شيجي اقولوا ليس سنقولكم سبعين بالمئة والثمانين بالمئة سنقولكم فيها ستخرج كما هذا منه منه وانه منه وانه منه يروح سنطرتك كلش انه منه يروح الى ماجيس سنطرتك كلش كلش يكون علينا الاول تحية الجزائر